اهلا بكم في حلقة جديدة من جدل كما ارحب بالجمهور المشارك معنا هنا في هذه الحلقة عبر تطبيق زوم التفاولي دخلت حكومات العالم في سباق مع الزمن لتسريع وطيرة التطعيم ضد فيروس كورونا على امل تحقيق مناعة جماعية بالتزامن مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من ظهور سلالات متحورة اشد فتكا وهو ما طرح اكثر من تساؤل بشأن مدة فعالية اللقاحات وامكانية صمودها امام السلالات الجديدة مع تسجيل حالات اصابة متكررة في اوساط اشخاص تلقوا جرعات اللقاحات المضادة لكورونا ومع تعثر عمليات التلقيح نتيجة رواج نظريات المؤامرة تتجه بعض الدول نحو فرض اجبارية التلقيح على مواطنيها وسط مخاوفا من خروج الفيروس عن السيطرة مرة اخرى خلال فترة العطلات وعليه نسأل هل التعايش مع فيروس كورونا مرتبط بتعميم عمليات التلقيح وهل افرط العالم في اعتماده على اللقاحات للتصدي لفيروس كورونا قبل ان نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير ولا نعوده ترجمة نانسي قنقر 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 ابدأ معك دكتور بلال زعيتر رأيك في نجاعة هذه اللقاحات في محاربة فيروس كورونا ومتحوراته المتعددة في تسعين ثانية تفضل طبعا اللقاح لغاية الان هو اقوى سلاح موجود في جعبتنا بكل المقاييس من اجل الخروج من اي جائحة كانت نحن بحاجة الى كسر سلسلة العدوى هذا اولا نحن بحاجة اما الى علاج لكي نتمكن من القضاء على الحالة المرضية عند الشخص المصاب او بحاجة الى وجود مناعة وهذه المناعة اما ان تكون طبيعية عبر الاصابة والتعافي واما ان تكون صناعية من تجاربنا السابقة اللقاح هو يكاد يكون الحل الوحيد لتكوين المناعة باقل المخاطر الممكنة فبالتالي بكل المقاييس هذا اللقاح المتوفر لدينا هو افضل سلاح لغاية الان وهو الوسيلة السهلة والسريعة نسبيا والامنة اهم شيء هذا اللقاح هو الحل الوحيد والسريع في الوقت الراهن لمكافحة هذه الجائحة دكتور يعقوب والبيبو تفضل تسعون ثانية اهلا وسهلا فيكم وكل عام وانتم بخير طبعا اذا نظرنا الى الحالة الوبائية في الوقت الراهن مقارنة مع الموجة الاولى والثانية الان بعد اخذ اللقاح مثلا في مركز السي دي اس في الولايات المتحدة الامريكية لاحظوا انه بعد تطعيم ستة وثمانين مليون امريكي ستة الاف فقط تصيبوا بفيروس كورونا اذا من الواضح انه احسن طريقة وطريقة الوحيدة تكاد تكون هي تلقيه اكبر كم ممكن واكبر عدد ممكن من سكان العالم حتى على الاقل يمكننا ان نتعايش مع هذا الفيروس الذي عطل جميع المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي كان يكون يعطل الحياة في الان الوسيلة الوحيدة هي تلقيه الاكبر عدد ممكن نعم شكرا لك نستعرض نتيجة تصويت الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع حلقة اليوم والسؤال كان هل افرط العالم في اعتماده على لقاحات للتصدي لفيروس كورونا ونتيجة نعم بنسبة 73% مقابل 27% يقولون لا اذا هذه نتيجة التصويت وسيكون لنا تصويت اخر قبل نهاية هذه الحلقة والسماع الى النقاش الى نص المحور الاول سياسة التلقيح لم تنجح في خلق مناعة جماعية ضد فيروس كورونا دكتور بلال السؤال لك ولدكتور ايضا يعقوب البعض يتساءل هل بالإمكان ان تتحقق مناعة جماعية وطبيعية دون اللجوء الى اللقاحات طبعا واقعيا هذا الامر محفوف بكثير من المخاطر نظريا نستطيع ان نكون مناعة جماعية ان سمحنا للفيروس بالانتشار ويبدأ المجتمع بالحصول على المرض والتعافي ولكن ان نظرنا الى خطورة هذا المرض وخطورة السلالات المتحورة الجديدة وسرعة انتشارها نحن نلاحظ انه بعيدا عن نسبة الوفيات المرتفعة المخاطرة بوفاة عدد يصل الى حوالي الواحد ونصف المئة من من سيحصلون على الفيروس النقطة الاخرى هي الاثار طويلة الامد او ال Long Term Covid Syndrome هذا المرض يترك الكثير من المتعافين باثار طويلة الامد بل ان احد اخر الدراسات تشير الى ان واحد من كل عشر متعافين من Covid-19 تشكل لديه مرض طويل الامد اما له علاقة بالتنفس واما حتى اعراض في الغدد السماء كمرض السكر ينهيك عن الصحة النفسية والصحة العقلية وما الى ذلك فبالتالي هذه مخاطرة كبيرة ان نتحصل على المناعة الطبيعية بلا لقاحات اللقاحات هي الحل السريع والامن عبر التجارب ولكنها في المقابل لكي نتحصل على المناعة المجتمعية او مناعة القطيع لوحظ اننا بحاجة الى اعداد الى نسب كبيرة جدا وهذه من اكبر التحديات التي تواجهنا الان في سبيل سنتحدث عن التحديات وكيفية مواجهة التحورات الجديدة لان هناك اكثر من متحور جديد سنتحدث عنه في هذه الحلقة دكتور تفضل دكتور عقوب لماذا ننتظر حتى حدوث ما لا تحمد عقباه مدان ممكن تلقيح الجميع لماذا ننتظر حتى يتصرف الفيروس كما يريد خاصة مثل ما ذكرتوا بأنه في متحورات جدد لماذا ننتظر حتى تكتظ المشافي في بلداننا لماذا ننتظر حتى يكون هناك نقص في الاكسوجين بالامس شاهدت فيديو في مدير مشفى في تونس يبكي دموعا لانه لم يعود موجود الاكسوجين في المشافي من فوائد التلقيح هو انه عدم الاكتظاظ المشافي بالمرضى حتى نستطيع أن نعالج المرضى هناك مشكلة أخرى هي أنه في حالة الأوبئة حتى الأمراض المزمنة لم يعد من الممكن معالجتها في المشافي لأن كل المشافي حجزت لمرضى الكوفيد إذن بالتلقيح نخفف العبء على المشافي وتسير الأمور طبيعية نصل إلى درجة التعايش مع هذا المرض حتى يمكننا أن نعالج المرضى الآخرين نعم دكتور بلالي زعيتر ما الأولوية للذهاب إلى جرعة ثالثة كما أوصت أكثر من شركة بهذا الخصوص منها شركة فايزر أم محاولة وصول هذه اللقاحات لأكبر عدد من السكان والمناطق والبلدان طبعا رأيي هو نفس رأي مركز التحكم بالأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية هو أنه في الوقت الراهن الأولوية هي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس وهذه الأولوية تعلو على إعطاء جرعة ثالثة لغاية الآن ما يسمى بالجرعة الثالثة هي تدخل تحت بند النايس توهاف أو من الأشياء من الجيد الحصول عليها ولكنها ليست مستهاف هي ليست من الأشياء الضرورية في هذه الظروف حتى وإن تم تسجيل عدد كبير من الإصابات بين الملقحين بشكل كامل؟ في هذه المرحلة نحن بحاجة إلى الوصول إلى أعداد أكبر كل جرعة إضافية تساهم في وقاية في إنقاذ حياة في هذه الظروف فبالتالي إن أردنا التحدث بموضوع الأولويات الجميع يرى أنه الجرعة الثالثة وإن كانت تفيد وإن كانت الدراسات تشير إلى أنها تلعب دورا كبيرا في رفع المناعة من رقم إلى رقم أعلى ولكن الرقم الأصلي ما يزال ضمن المقبول فبالتالي فلتذهب الجرعات من أجل إلى عدد أكبر من الناس حول العالم نعم رأي دكتور يعقو في هذا الموضوع؟ نحن الآن في حرب حتى نصل إلى الجرعة الأولى والثانية أول شيء لأنه ملاحظ جدا أن عزوف المواطنين عن أخذ اللقاء حتى الجرعة الأولى فما بالك بالجرعة الثالثة لكن الجرعة الثالثة تعتمد أساسا على دراسات حتى إذا كانت هناك ضرورة لدعم هذه المناعة طبعا هذا إجراء طبيعي في جميع اللقاحات لأن الجرعات بعضها يؤخذ بعد خمس سنين بعضها يؤخذ حسب دراسات حسب المعطيات العلمية التي ستطور عن الحالة نعم إلى الجمهور المشارك معنا عبر تطبيق زوم وأبدأ مع محمد مرحبا محمد من المغرب محمد لا أسمعك بوضوح سأعود إليك سامر مرحبا سامير من الأردن سؤالي هو هل من الممكن إصابة فيروس كورونا مرة ثانية وهل توفر اللقاحات الحالية الحماية من الضفرات والسلالات المتحور الجديدة يعني أنت أيخذ اللقاح يا سامير نعم شكرا سامير محمد محمد قبيل مرحبا محمد من المغرب في مشكلة من الصوت من المغرب يا محمد لحظة لو تصمحت ما عم بسمعك ما عم بسمعك وساما مرحبا أنا وساما من الأردن بسؤالي أنه أن الواحد بعد ما يأخذ جرعتين المطعوم بيحكوا أنه ممكن ينصب بالكورونا وزي ما تفضل الدكتور يعقوب أنه في أمريكا أخذوا الناس الجرعتين تبعات المطعوم ولسه في ناس أصيبت في الكورونا فيروس أنه الأعراض ما رح تكون نفسها رح تكون أخفة فيه داعي أن الواحد يأخذ الجرعة الثالثة من المطعوم هما زي ما حكى الدكتور فاوشي أنه الجرعة الثالثة من المطعوم الفايزر رح تكون مدعمة عشان التحورات اللي صارت وعشان الموجة الثالثة من الفايزر شكرا يا أسامة ضحى مرحبا أنا ضحى من المغرب برأيي أن التطعيم ضد الفيروس كورونا غير فاعل مئة بالمئة كما أنني أرى أن سرعة التصنيع للقاع في مدة لا تقل عن سنة تجعله غير أيني لهناك بعض الألخاص قد أصيبوا بكورونا مرة أخرى رغم التلقيح وبعضهم قد وفتهم من مانية مثال آخر وحي لأستاذة جامعية بالمغرب قد أصيبت بشلل نسبي ومضاعفات أخرى مباشرة بعد تلقيحها اللقاح وهناك أمثلة كثيرة مسكوت عنها اللقاح لازال في طوري التجربة ويمكن أن يكون هناك أعراض جانبية ستظهر في المستقبل كما أنني أرفض رفضا ثاما إجبار المواطني على تلقي اللقاح فنحن ولكن في إيران تجربة شكرا يا ضحى عدة أسئلة تتعلق بفعالية اللقاحات خاصة الذين تلقوا التطعيم بشكل كامل دكتور يعقوب لو تعطينا نصائح بالنسبة لبعض التساؤلات حول فعالية هذه اللقاحات خصوصا أن البعض أصيب حتى بعد تلقي اللقاح بشكل كامل وأيضا بالنسبة للموضوع الجرعة الثالثة كم هي ستكون مدعمة إن وجدت وأقرت بالنسبة للأخت من المغرب قالت أن هذا اللقاح أحدث بسرعة أخت الكريمة ما كان يتطلبه اللقاح إنتاج اللقاح منذ في عشرين ثلاثين سنة مضت ممكن كان يتطلب ست أشهر أو سنة الآن العالم تطور والأجهزة تطورت ما كان يستغرق ست أشهر أصبح يستغرق أسبوع واحد لا تتفاجأ من إصدار اللقاح بهذه السرعة هذا أول شيء الشغل الثاني هو أن حتى الذين أصيبوا بفيروس كورونا بعد تلقي الجرعتين هل نفسها العراض هل وصلوا إلى المشافي الآن في بريطانيا مثلا نسبة الإصابات كبيرة جدا لكن نسبة المحجوزين في المشافي نسبة الحالات الخطرة تراجعت في إسبانيا مثلا في دور العجزة كانت مكما لهذا الفيروس الآن في دور العجزة الأمور طبيعية فعلا في إصابات لكن لا توجد حالات خطرة إذن الفرق بين من تلقى اللقاحات ومن لم يتلقى هو الأعراض هو الوصول إلى الدرجة هذا ما يحدثه اللقاح أنه لا يصل المريض إلى الحالات الخطرة جدا بالنسبة للجرعة الثالثة أظن أن الخبراء الآن يبحثون عن هل هناك داعي لإجراء جرعة ثالثة حسب المتحور وحسب شكل الفيروس وما ستولي هذه الظروف دكتور بلال رأيك في إلزامية التطعيم لأن بعض الناس لا يثقون به كما ذكرت ضحى لديهم معتقدات بأن هذا التطعيم صنع على عجل وبالتالي في مضاعفات حصلت لدى الكثير من الأشخاص حتى أدت إلى وفيات طبعا لا أحد مع إجبارية اللقاحات بشكل عام ولكن كما يقول المثل الأمريكي بمعنى أنه نحن الآن بحاجة إلى الرفع سوية المناعة في المجتمع وإذا نظرنا إلى قوانين الصحة العامة المطبقة في معظم الدول هي تتيح للسلطات أن تفرض إجراءات خاصة بالذات في بعض الفئات فبالتالي نحن الآن في جائحة لم نرى لها سابقا في وقتنا المعاصر الكثير من الأمور النظرية التي يسمن السهل قولها أننا لا نستطيع إجبار أحد على التطعيم ولكن الآن لدينا لقاح هذا اللقاح مر بجميع المراحل المتعارف عليها وللأخت التي تقول أن اللقاح تم سلقه سلقا وأنه غير آمن وغير مجرب المطلعين على واقع الأمر من يعرف عملية تطوير الأدوية يعرف أن الزمن تطور بصورة سريعة نحن الآن نستطيع تطوير أدوية بسرعة جزء كبير من عملية الإسراع في إجازة لقاح الكورونا ناتج عن إزالة كثير من العوائق البيروقراطية دائما نسمع أن تطوير دواء يأخذ ما بين خمس سنوات وعشر سنوات ولكن ما لا يعلمه غير المتخصصون هو أن حوالي ثلثين هذا الوقت هو عقبات بيروقراطية في السابق من أجل الحصول على موافقة إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية الموافقة فقط من أجل البدء بتجربة سريرية كانت هذه العملية تأخذ حوالي السنة ونصف في حالة وجود في الكورونا تضافرت كل العوامل من أجل التسريع بالحصول على هذه الموافقات البيروقراطية ولكن وقت التجارب السريرية في كل الأدوية هو بين الستة أشهر والثمانية أشهر هكذا في كل الظروف وهذا ما لم يتم التضحية فيه في حالة الكورونا هذا أولا النقطة الأخرى لاحظت الكثير من الناس أو الأسئلة كانت محورها أنه فلان أخذ اللقاح ولكنه أصيب ونحن نقول دائما باختصار اللقاح لا يمنع الإصابة وإن كانت بعض الدراسات تشير إلى أنه يقلل احتمالية الإصابة برقم يصل إلى 50% اللقاح لا يمنع الإصابة لكنه يخفف من الأعراض ولكنه يرفع المناعة بحيث يخفف من الأعراض القوية وهذه نقطة مهمة التي تستدعي إدخالا إلى المستشفى والوفاء بنسبة فوق 90% فبالتالي هذا يتركنا مع أنه لا يوجد دواء يحمي بنسبة 100% قد يأخذ شخص لقاحا ولكنه يكون من القلة القليلة التي يفشل لديهم اللقاح وهذا وارد لا يوجد دواء على وجهه البسيطة يعطي فاعلية بنسبة 100% هذا أولا نتحدث قليلا عن المتحورات دكتور يعقوب حسب الدراسات اللقاحات ممكن أن تكون فعالة ضد متحورات عدة دلتا بيتا والجنوب الأفريقي ولكن اليوم يتم الحديث عن متحور أشد فتكا حسب منظمة الصحة العالمية وهو متحور لمدة وبأن اللقاحات لا يمكن أن تقاوم هذا المتحور هل تطلعنا أكثر عن هذا المتحور وخطورته؟ طبعا في البيرو على ما أظن أو انتشر هذا المتحور ويقولون أنه موجود في 29 بلد لكن لا ننسى أنه عندما ظهر المتحور ألفا قالت هناك من يقول أن هذا المتحور اللقاح ضد الكوفيد-19 لا يقي من الإصابة بالمتحور ألفا واكتشف أن المتحور ألفا تحور على مستوى التاج إذن واللقاح يعمل على مستوى المستقبلات على الخلايا الإنسانية إذن وهذه المقولة ضحدت يمكن أن المتحول لمدة مع أن لا توجد معلومات دقيقة عن هذا المتحول حتى المنظمة الصحة العالمية لم تفتي في هذا الموضوع لم تقل أنه أشد فتكا من دلتا نهائيا هو فقط هذه مقولات الآن أظن أن فيروس كورونا لو لم يحدث في هذا العصر العصر الوسائل الاتصال الاجتماعي لما ظهرت نظرية المؤامرة مثل الأمراض الأخرى لقاح الشلل مثلا على سبيل المثال لقاح الشلل الأطفال هناك أعراض جانبية لهذا اللقاح لكن هل منعنا أخذ اللقاح للأطفال؟ لا مثل كورونا هذه فقط نظرية مؤامرة ونظرية المتحول المشككون دائما موجودة في أي اكتشاف في أي شيء شكرا لك نتوقف مع فاصل قصير ثم نستكمل النقاش أهلا بكم من جديد إلى نص المحور الثاني مدة فعاليات لقاحات كورونا اللغز الذي عجز الجميع في الإجابة عنها وأعود إلى دكتور بيلال بالنسبة لتوقيت قرار بعض الدول مثل بريطانيا رفع الإجراءات المتعلقة بكورونا هل التوقيت مناسب أم تم تسرع في أخذه؟ لا أعتقد أنه تم التسرع بهكذا قرار وإنما بريطانيا تحاول أن تضرب المثل للعالم هذه من وجهة نظري كوني أعيش في هذه البلد وأعرف العقلية التي تدار بها هم يريدون أن يضربوا مثلا للعالم عن طريقة التعايش مع هذه الجائحة الجميع أصبح الآن يعرف أنه لا يوجد هناك مخرج سريع لن نستيقظ في الشهر القادم لنرى أن الجائحة انتهت وإنما من المتوقع أن تبقى معنا لغاية سنة 2023 أو 2024 فبالتالي الآن نحن بحاجة إلى أن نتعايش مع هذا المرض على الجميع أن يعرف أنه يتحمل مسؤولية حماية نفسه اللقاحات موجودة ومتوفرة على الجميع أن يتلقى اللقاح بالدرجة الأولى جميعنا بارغون عاقلون راشدون تهمنا حماية أنفسنا وتهمنا حماية من نحب من الإصابة بهذا المرض الذي ليس مؤامرة والذي هو موجود وواقعي علينا الالتزام بالكمامة والتباعد والتعقيم نحن لسنا بحاجة إلى الحكومات نحن لسنا بحاجة إلى شرطي ليقف فوق رأس كل واحد فينا ليعلمه كيف يحمي نفسه نحن لسنا بحاجة إلى إجراءات حكومية نحن الآن يجب أن نتعايش مع هذا الوباء يجب أن تعود الحياة الاقتصادية ولكن مع عدم التفريط بالإجراءات الاحترازية الشخصية ولكن ليست الحكومية بمعنى أن الحكومات نقلت الكرة إلى ملعب الشعب فبالتالي الحكومات رفعت سوية الجهاز الصحي في هذا العام تم تعيين حوالي العشرين ألف ممرضة أو ممرض وممرضة في المملكة المتحدة تم تجهيز المستشفيات بكل ما تحتاجه أو كما يقال أطمح للأفضل وتجهز للأسوأ حالة الجاهزية كاملة على ما أعتقد في النظام الصحي البريطاني فبالتالي الوقت مناسب لكي تعود الحياة إلى طبيعتها وبالتالي هناك مسؤولية أيضا تقع على الأفراد في توخي الحذر وأيضا الالتزام بالإجراءات شكرا لك دكتور دكتور يعقوب رأيك في قرار الحكومة البريطانية وهذه الرؤية وأيضا في موريتانيا اليوم هناك تشديد في الإجراءات حظر للتجول والتجمعات وإلزامية وضع الكمامات هل برأيك هذه الإجراءات أتت في وقتها أيضا؟ طبعا هذه الإجراءات أتت في وقتها خاصة مع دخول المتحور دلتا إلى موريتانيا هذه الإجراءات هناك إجراءات تحفيزية كذلك في المغرب على ما أظن أنه اللي عنده بطاقة تثبت أنه تلقى الجرعتين يمكنه أن يتجول كما يريد وهذا إجراء تحفيزي مهم ومحفز فعلا مثل ما قال الدكتور أنه يجب أن نواجه هذا الفيروس بعقلانية وبمسؤولية على الجميع أن يتجه إلى مراكز التلقيح ونتعايش مع هذا الفيروس لأنه أثر على الاقتصاد وأثر على الحياة الاجتماعية مثلا في فرنسا دعيمت شركة أيربيس بالمليارات لأنها خسرت في السنة الماضية في إسبانيا هناك مصانع للسيارات أغلقت وصرحت جميع العمال هذا تأثير ثاني لكورونا على الحياة البشرية المشكلة في موريتانيا وفي بعض البلدان هو عزوف المواطنين عن التلقيح وعزوفهم حتى عن الاتزام بالإجراءات الوقائية كوضع الكمامة وغسر اليدين كأنه من لم يصب بكورونا لا يؤمن بوجود كورونا أصلا ومن أصابه كورونا هنا تأتي الكارثة لأن الوقاية خير من العلاج كما يقول شكرا دكتور إيلا ويسام الآن مرحبا معي كويسام من لبنان ما ظهر إلا بالمناطق اللي فيها معامل كبيرة للفاكسان صار فيه متحور مثلا البريطاني أول شي بعدين متحور ديلتا الهندي اللي فيه حد المعامل الهندية فيه فيه عالمات استفهم بالنسبة للفاكسان وطبعا الأعمار بيد الله هذا بس أنا طرحي عن موضوع الفاكسان وما بيمشي الحال بيلك أنه أنا برأيي بالنسبة لدكتور بلال يعطيك العافي دكتور بلال برأيي وعلى ما أعتقد هذا موضوع فاكسان ومرض ما في شيء يسمه برأيي وعلى ما أعتقد في شيء علمي واستعجل أنا برأيي نعم استعجل بموضوع الفاكسان فكان لازم يعطيه وقت أكتر ليطعموا العالم بهذه الطريقة وأنا ضد أن يكون إلزامي وشكرا شكرا ويسام شهد مرحبا ناشرة العلي من قطر لجأة الدول للوقاح لأنه ليس لديهم طريقة أخرى لأنه باعتبارهم أن اللقاح طريقة للتصدي للخوف من مجهول لأن جميع الدول ليس لديهم التكهن الكامل عن ناهية الفيروس وعن طريق التعامل معه ولا نعرف إذا رح ينتهي أو فيصبح مثلهم مثل أي فيروس آخر مثل الانفروزة اللقاح هو مجرد وسيلة لحتى يحده منه ولكن للآن لم يتوصل إلى نتيجة هل اللقاح قامل ممكن أن يقضي على الجائحة أم لا شكرا شهد محمد لاثقاني السلام عليكم محمد لاثقاني من قطر كنت بدي بس أسأل أنه مثل المقال أخي العزيزي من الشوي أنه اللقاح مبين مثل كأنه شغلة اقتصادية يعني لها باقتصادية عبد دير أمريكا وأنظمة عالمية كتير بس بدي توضيح لها السؤال شكرا لأنه انطرح أكثر من تساؤل حول هذا الموضوع سأنتقل لأخذ إجابات من ضيفينا وأعود لأيضا تلقي بعض الأسئلة الدكتور بلال يعني هذا ليس اعتقاد البعض إنما شريحة كبيرة من الناس تعتقد أن هناك خلفيات تجارية من وراء هذا الموضوع بالنسبة لشركات الأدوية المنتجة للقاحات وحتى أنت تعيش في بريطانيا وتعلم أنه أثناء السفر الآن عليك أن تشتري الأدوات الفحص وهي نتكلفة عالية جدا فبالتالي البعض تساءل لماذا هذا اللجوء إلى الكم الهائل من شراء أدوات الفحص وبالتالي ما تجنيه الشركات من أرباح من وراء ذلك طبعا من الأمور الشائعة عند الناس هم يعتقدون أن القطاع الطبي والصحي والقطاع الأدوية هو المستفيد وأن اللقاحات أن الهدف تجاري بحث ولكن الأرقام لا تكذب حجم سوق الأدوية في العالم هو حوالي 1.25 تريليون دولار تشكل اللقاحات منها فقط 2% حجم اللقاحات داخل سوق الأدوية هو 2% من هذه التريليون وربع هذا أولا أرقام تاريخية اللقاحات مع الوقت قلت ربحيتها لأن زبائنها هم وزارات الصحة والمنظمات الدولية بحيث أنه مع الوقت تقلص عدد منتجي اللقاحات من حوالي 100 شركة قبل 50 عاما إلى نحو 20 شركة فقط اللقاحات هي من الأشياء غير الربحية بشكل عام هذه لغة الأرقام شركات الأدوية دائما تفضل الأدوية المزمنة لأن الاستهلاك منها مستمر بينما اللقاح يأخذ مرة إلى مرتين في العمر بشكل عام ولكن أيضا إذا رأينا إلى لغة الأرقام فلننظر إلى سهم شركة فايزر منذ بدء الجائحة شركة فايزر وكل هذه الشهرة كم ارتفع؟ 30% فقط لأن ارتفاع سعر السهم هو انعكاس للربحية الزائدة ولكن فلننظر إلى سهم شركة تسلا مثلا أو أسهم تكنولوكي تطبيق زوم أنتم تتحدثون عن تطبيق زوم سعر سهم تطبيق زوم تضاعف حوالي 800% فبالتالي إذا لغة الأرقام قطاع تكنولوجيا المعلومات هو المستفيد الأول من الجائحة الأرقام لا تكذب سعر الأسهم في البورصة هو من يثبت من المستفيد ماليا من الجائحة قطاع التجزئة البيع عبر الإنترنت سهم أمازون سهم تسلا تسلا تعتبر شركة تقنية معلومات سعر شركة أبل أصبحت أغلى شركة في العالم بعد الجائحة قطاع تقنية المعلومات هو المستفيد الأول والتجزئة والبيع عبر الإنترنت وليس قطاع الأدوية إذا أردنا النظر إلى اعتبارات تجارية طبعا ما المانع أن تستفيد الشركات الأدوية وهي التي تقدم الحل للخروج من جائحة كلفتنا لغاية الآن حوالي 6 تريليون دولار في خسائر مالية ليس من المعيب أن تربح شركات الأدوية لو لا وجود الربح لما تواجد 95% من الأدوية الموجودة على رفوف الصيدليات في العالم الربح ليس من الأمر المعيب ولكن الاستغلال هو البعيب لغاية الآن معظم دول العالم أو أعتقد بالنسبة 99 وثمانية في العشرة من الجرعات تم تقديمها مجانا هناك تحالف كوفاكس الذي قدم العديد من الجرعات مليارات الجرعات يعني الدول الفقيرة فبالتالي هناك مبالغة في الحديث عن تجارية اللقاحات نعم دكتور يعقوب هل تشارك دكتور بلال رأيه بخصوص أن هذه الشركات لا تسعى إلى الربحية وإن سعت فهي ضمن المعقول طبعا دكتور بلال تحدث عن أرقام ثانيا هل نعرف كم خسرت الصين التي ظهر فيها المرض كأول دولة خسرت الصين في مواجهة كورونا اقتصاديا كم ظلت موانئ الصينية مغلقة التجارة في الصين معطلة ثانيا ثالثا الأخ من لبنان قال أنه لماذا تظهر فقط سمعت في الدول التي توجد فيها مخابر أو شيء من هذا القبيل في البيرو مثلا التي ظهر فيها المتحور لمدة البيرو غير معروفة بالمخابر في الهند لأنه من المعروف أن الفيروس كل ما كثر كل ما تحور إذن من المنطقي أن يتحور في الهند بالنسبة لعدد السكان نعم كم خسرت الشرائق الأوروبية أعطيت مثال على شركة أربس والمصانع السيارات في إسبانيا أغلقت هل منطقي أن العالم يذهب إلى إغلاق الشرائق وتعطيل المصانع وتسريح عمال هذه أمور لا يمكن تصديقها صراحة هذه نظرية المؤامرة نعم عودة إلى زموم مع معصاد مرحبا معكم سعد من المغرب أريد أن أطرح نقطة في خدم هذا الموضوع نقطة على سبيل المثال في المغرب هناك 11 مليون جرعة التي تم تلقيها للمواطنين النوع سينوفار ولكن المشكلة الكبيرة والنقطة الغير مفهومة هي عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بهذا نوع من اللقاح مثلا إذا أردت أن أسافر إلى بلد أوروبي فيجب علي الالتزام بشروط معينة لأنني لقحت بهذه الجرعة وليست مثلا بأسرط ذلك هل هو عامل تجاري هل هناك تميز بين اللقاحات هل هناك تفضيلية هنا يطرح مشكلة كبيرة لا أفهمه نعم شكرا سعد نور إيهاب مرحبا أنا نور من الأردن هل تأثر الطفرات التي تشهدها الفيروس على فعالية اللقاح وهل نحن نطلب أن كل سنة نجدد اللقاح ناخد اللقاح كل سنة بصير مثل لقاح الإنفروانزا تقصدين نعم شكرا نور عبد الله مرحبا عبد الله من لبنان أنا عندي سؤال لأصحاب نظريت المؤامرة أنه طيب فلنسلم شكرا أنه هناك مؤامرة وأنا ما أكون طيب والحل هل من ما بناخد اللقاح منموت بالألاف بالمئة الألاف أو مناخد اللقاح ومنخفف ألمنا بموت العشرة يعني أوكي حلين أحلى هم ممر بس أخفى بالتاني فأتمنى على أتحدثت المؤامرة يجبوني شكرا شكرا عبد الله سامر مرحبا معكم سامر من تركيا أنا سؤالي للاستاذي عقوب ذكر هو سابقا أنه موضوع أفوان ذكر سابقا للاستاذي عقوب أنه بالنسبة لموضوع اللقاح اللقاح حاليا ما عما يعطي هاي الفعادية طيب نحن من الأشخاص اللي أخذنا اللقاحات هون بتركيا بس وقعونا على أوراق أنه لقاح البيوتك أنت عما تأخذه برغبتك الشخصية عما تأخذه أنت ونحن غير مسؤولين عن هاد الموضوع فاللقاحات بشل الأطفال واللقاحات التانية ما كان ينطلب مننا أن نوقع هيك فورمات أو نعمل هيك أمور ليش اليوم اللقاح اللقاح معناها غير آمن لحتى ما تحطوه تحت كفالتنا الشخصية أنه أنت خذ اللقاح أوكي بس أنت على مسؤوليتك الخاصة هذا الشيء أنا حابب شكرا يا سامر ذكريا ذكريا مرحبا سكريا من إثنان كان عندي سؤال بس فيما يتعلق بقصة اللقاح اللي كان يقول أنه هو بيأخذ أشهر وبيطلعه ووقت وكان أنه تمام أنه الوقت ما كان فيه أي استعجال لحطر اللعناك أنا بارث أنه في عنا نحنا مدة طويلة منجرب فيها اللقاح لتجارب مخبرية بعدين تجارب على بعض الحيوانات أو على الأشخاص أو 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 طب هلأ هيدا أو أخذ وقت كافي للتجارب هلنحنا عم يجرب فينا ولا فيه تجارب قبل شكرا زكريا عندك سؤال آخر شكرا شكرا زكريا أحمد مرحبا أحمد من مصر السؤالي هو هل أن اللقاح عامل مئة بالمئة أم أن يمكن أن يكون السم في الدواء ويكون هو اللقاح سبب المرض معين أو ضرر معين كما بعد ذلك تأثيرات اللقاح طيب أحمد بمصر اللقاح المستخدم الآن واللقاح الصيني صحيح مظبوط ويتم تصنيع اللقاح مصري حاليا شكرا عبير مرحبا عبير طيب أبدأ أبدأ مع دكتور بلال بالنسبة لأسئلة تأثيرات اللقاحات المستقبلية هل ممكن أنه تأثر على الصحة بشكل عام بعد مدة وبالتالي مدى فعالية هذه اللقاحات لمدة زمنية معينة وهل يجب أنه يمكن أن يصبح اللقاح سنويا مثل لقاح الإنفروانسة طبعا توجد قاعدة في علم الأدوية تقول أن تسعة وتسعين وثمانية في العشرة من الآثار الجانبية السيئة لأي دواء تظهر في غضون ستة أسابيع هذه القاعدة التي نتعلمها منذ السنة الأولى في الكليات الطبية إن كان هناك لا يوجد شيء يسمى أثر جانبي طويل الأمد بشكل عام إذا لاحظنا أن أي أثار جانبية تم رصدها بفعلية وبشفافية الكثير من عمليات تطوير الأدوية كلاسيكيا يتم إجراء التجارب السريرية على أعداد تصل إلى نبدأ على الحيوانات المخبرية ومن ثم على أعداد بالعشرات وندخل إلى المرحلة الثانية بالمئات وندخل المرحلة الثالثة بالألاف وهذه مر بها لقاحات الكورونا لقاح فايزر على سبيل المثال تم تجربته على ثلاثة أربعين ألف وهو رقم يتسق بل يكون أعلى من عملية تطوير الأدوية العادية وتتم إجازة الدواء إما إجازة طبيعية أو إجازة طارئة وندخل ما يسمى بالمرحلة الرابعة يتم رصد الأثار الجانبية النادرة جدا التي أحيانا عينت عشر ألاف أو عشرين ألف لا تكفي إذا في حالة وجود مثلا لقاح أسترزينيكا لوحظ وجود رج فعل مناعي عند بعض الفئات ممن دون سن الثلاثين حدوث التجلطات هذه نسبة حصولها أربعة في المليون إذا أنا أخذت عينة أربعين ألف لن تظهر في مرحلة التجارب السريرية لن تظهر لأنه نادرة جدا ولكن عندما يتم إجازة الدواء يتم رصد هذه الآثار وهذه الآثار في العادة تظهر في غضون ستة أسابيع تم الإعلان عن جميع هذه الآثار بكل شفافية حتى أننا نعاني من حالة نسميها بالـ هناك حالة من التركيز المفرط للإعلام على الآثار الجانبية للقاحات كورونا وكأنها الوحيدة التي لها أثار جانبية ودعني أعطي الأخوة المشاهدين رقم لننتهى الوقت دكتور أريد أن أطرح سؤالا على دكتور يعقوب بخصوص هل هناك أفضلية بين اللقاحات كما طرح المشارك من المغرب وأيضا بخصوص نظريات المؤامرة تحدثنا عن هذا الموضوع أو لديك أي تعليق على أسئلات ومدخلات الضيوف طبعا هناك من يقول أن كل من أخذ اللقاح سيموت بعد عامين هل يعقل أن هذه جميع الدول ستعرض الأطباء إلى الموت بعد سنتين وهذه الخطوط الأمامية هذا أمر غير منطقي وغير معقول نهائيا هل يعقل أن بريطانيا وفرنسا وأمريكا ستعرض جميع أطبائها للموت بعد عامين ثانيا بالنسبة للأفضلية بين اللقاحات هذا إجراء تأخذه كل دولة وعندها الحق أنه مثلا في بعض الدول لا يمكن أن تسافر إلا إذا كنت أخذ وهل لا دكتور من الطبيعي أن يوقع الفرد الذي سيأخذ اللقاح على موافقة على موافقة بتحمل المسؤولية أنا استغربت أنا استغربت في الحين فعلا أنا استغربت من الشاب من تركيا في حين أن الدول تقوم بحملة بالأمس في موريتانيا الرئيس نفسه افتتح حملة تحسيس لأخذ اللقاح في موريتانيا غير منطقي أن بعض الدول تخليك توقع على تحمل المسؤولية في الوقت الذي نحن في حمل التحسيس لأخذ اللقاح نعم شكرا بزيلا لك نستعرض الآن بعض التفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول موضوع حلقة اليوم ولؤي يقول من وجهة نظري اللقاحات المتوفرة حاليا غير قادرة على وقف عداد الإصابات بفيروس كورونا إسحاق يقول لم أفهم ما معنى أن نصاب شخص بفيروس كورونا رغم أنه أخذ الجرع الأولى والثانية من اللقاح نختم الآن بتصويت الجمهور المشارك معنا عبر تقنية الزوم والسؤال هو هل أفرط العالم في اعتماده على اللقاحات للتصدي لفيروس كورونا النتيجة كانت على مواقع التواصل نعم بنسبة سبعين أو أكثر بقليل هل تتغير النتيجة الآن هل أفرط العالم في اعتماده على اللقاحات للتصدي لفيروس كورونا 80% نعم أفرط العالم في اعتماده على اللقاحات مقابل 20% يرون أنه لم يفرط في الاعتماد على اللقاحات أشكر ضيفينا من نواكشو الدكتور يعقوب ويلبوبو طبيب بإدارة مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة الموريتانية وشكر أيضا لدكتور بلال زعيتر مستشار في علم الأدوية واللقاحات في شركة كيمبرج للإستشارات الدوائية ونصل إلى ختام حلقة اليوم بالبرنامج الجدل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر